مثلا ولادك بيسمعوا إيه؟ لسة كنا بالناقش قضية مهمة جدا على المازيكة اللي بيسمعها الأولاد دلوقتي الـ underground、 ووجز وماروان موسى وكذا وكذا والمهرجانات بالمناسبة أنا بحب ويجز بحب ويجز بحب ويجز طبعا شاطر مجتهد جدا وبيعمل صورة حلوة وبيقولش كلام وحش يعني أنا ما سمعتش كلام اليوعدم المزيكة بيزعجك بيتحبه يوروكيم إنت راجل فيه تناقض هنا صلاح جهين ويجز فيه فرق كبير أنا أعتقد أن الأستاذ صلاح جهين لو كان عايش كان هيحب ويجز أه أه دي جملة مهمة أنا أعتقد كده أصلاح أقول لحضرينيك حاجة الموضوع اللي شغال دلوقتي ده فيه لبس وفيه لخبطة فيه شوية لخبطة أوراق كده مش محددينها أنا أحب أحددها أستاذ هاني شاكر مش ممكن حيمنع موسيقى معينة ماينفعش ماينفعش يمنع موسيقى ولو حد عنده طاقة غنائية كويسة وبيعرف يغني وحتى لو بيغني صوته أجاش وبيعرف يغني أجاش زي ألمسترونج اللي بيغني بس نا بيغني بس هو عنده طبقاته ماهبقول اتنوة مصبوطة بس صوته أجاش كويس يعني كان فيه زمان على سيبي نيسال الله يرحب المندوح قاسم اللي كان في فرقة المصريين ده الفرق ما بيني وبين والدي ده راجل صوته تخين ومش مطرب إنما بيقول إن هو تصح خامة صوته اللي مختلفة فأنا عايز أقول إيه؟ خامة الصوت نوع المزيكة أستاذ هاني مش ممكن يكون بيعايز يمنعها ما ينفعش إنما هو بتكلم على الكلام آه طبعا بس غني اعمل كلام كويس ده أنت بالعكس أنت ليك شعبية كبيرة جدا كراجل بتغني شعبي ومهرجانات تقدر بكلامك تصلح جيل آه بس الغاني كتير منها كتير مش كلها آه كتير منها رايح في السكة التانية غلط آه ماهو غلط الفن كله على بعضه ملفد على بعضه عايز أقول لحضرتك على حاجة لو جابت حد يسمع سيمفونية حيلحس بدأ أوبرا واحدة ستة بتسرخ على المسرح يقول لك فيه الفن في الموضوع ده دي أزواق يعني الأوبرا نوع مزيكة أو نوع غلط فن فأنت مع المنع ولا ضد المنع لأ أنا ضد منع آه المغنيين اللي ممكن يغنوا الكلام كويس إنما مع مع منع الكلام الخارج اللي يبوز جيل المفردات الوحشة ده أنا ضده لأنه ظهرت مزازيك كتير قوي في السنين اللي فاتت ما كانتش حلو قوي فيه ناس حبيتها المتل مزيكة مزعجة بشعة مزعجة بس فيه ناس بتحبها إنما أنا بتكلم على أمنام بيقول كلام أليه الأدب وكل الشباب بيحبوه بس أليه الأدب آه بس كل الشباب بيحبوه ماشي بس الشباب بيحبوه إنما ويكس بيقول كلام لذيذ لطيف ممكن يكون ساعات ما بفهمش عايز يقولي المعنى في الآخر الراب عموما بتحبوه آه آه طبعا تسمعوه آه آه فأنا مع الأستاذ هاني فإنه يمنع الناس اللي بتقول كلام غلط إنما هو فنان حد طلع نوع مزيكة معين يعمله اتقابل اتقابل ما تقابلش ما تقابلش إنما أنا مش ضد الهجومة أنا ضد الهجومة عليه أنا ضد الهجومة على هاني شاكر لأنه ده راجل برضو ليه مكانة ومسؤول وبيتكلم صح قال الكلام ده ممنوع ممنوع فالموضوع ده خل في حتة عنده فالحكاية مش كده لا